في سنة 1829 الرئيس الأمريكي فاز اسمه جاكسون فاز بالانتخابات الأمريكية وطلع قدام الشعب الأمريكي وقبل الإنجيل وكانت مراته وتوفت قبلها بشهور قليلة وعقب انتهاء مراسم حفل التنصيب جري ما كانش فيه أمن في البيت الأبيض جري الشعب الأمريكي أو طائفة من الشعب الأمريكي فجري ودخلوا البيت الأبيض وأكلوا الأكل وسرقوا المعالق وسرقوا الإطباء وسرقوا المفارش الرئيس الأمريكي جاكسون بص كده على اللي بيحصل وقال بصوت واطي سمعون لجنبه قال من قال أن الدكتاتور وحش أنا أرى أن الشعب أكتر وحشية من أي دكتاتور الأمريكان هم اللي بدعوا فكرة الانتخابات الرئاسية فكرة أنه واحد يترشح أو جماعة يترشح وينقسم المجتمع ده عايز يدل دا وده عايز يدل دا والأمريكان هم اللي اخترعوا فكرة أن الرئيس هو رئيس الوزارة ولذلك أيزنهاور يقول أو له كلمة مشهورة يقول فيها عندما يسوء كل شيء تشير أصابع الاتهام إلى الرئيس وهذه هي التهمة التي يتقادى عنها مرتبه وفي أواخر القرن التسعتاشر اخترعت صحفية اسمها ماري أمز أطلقت على لوسي مرات الرئيس الأمريكي لقب السيدة الأولى الأمريكان حطوا لنا حطوا للعالم كله البترون دا والعالم كله مشي عليه أيها الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليلة تاريخية أنظار العالم فيها مشدودة تجاه تركيا اللي أنهت من شوية تصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واللي بتعتبر أهم انتخابات في تاريخ الجمهورية التركية زي ما بيقولوا كتير من المراقبين وبيقولوا كمان إنها الانتخابات الأهم في العالم السنادي هو السؤال اش معنى بص هو العالم في حوالي 210 دولة ما بين ملكيات قليلة وجمهوريات فيها انتخابات بقى وانقلبات عسكرية لكن الحقيقة تفضل أهم ثلاث انتخابات أو أهم ثلاث دول عندهم انتخابات العالم بيهتم بيهم هي أمريكا وفرنسا وتركيا في دول تانية كتير بيجرى فيها انتخابات لكن مش بنفس درجة درجة التأثير ولا بنفس درجة الأهمية زي انتخابات اسبانيا والنمسا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا العالم ما بيقفش على رجله كله عشان انتخابات الدول دي وفي دول تانية على الجانب الآخر بيحصل فيها انقلبات قد كده لكن محدش بيسأل ولا حد بيهتم طيب السؤال مصر دي بقى هجيلك لها بعد شوية نرجع تاني للسؤال اش معنى تركيا أو دول ثلاث أهم دول هما المهمين أمريكا الانتخابات الأمريكية الفرنسية التركية أهمية الانتخابات دي في البلاد بتيجي من أنها هتسمع عندك يعني إذا حصلت انتخابات في أمريكا بتسمع في العالم كله إذا حصلت انتخابات في فرنسا بتسمع في العالم كله تركيا نفس القصة عشان كده العالم بيعمل لها حسابات مش بس المواطن الأمريكي ولا المواطن الفرنسي ولا المواطن التركي إنما العالم كله بيعمل حساب للانتخابات دي زي ما كده شفنا انتخابات أمريكا ما بين بايدن وترامب قد إيه إخواننا في الخليج كانوا قاعدين متابعينها وقد إيه الخليج كله تقريبا كان بيدعم ترامب وزي ما أوروبا وأمريكا والخليج وغيرهم دلوقتي بيتابعوا الانتخابات في تركيا ومعنى إن العالم مهتم معناها إن دي دولة قوية دولة محورية مؤثرة وده مش كلامي ده اللي هتلاقيه في عنوين أخبار والصحف والمواقع العالمية حتى اللي كره أردوغان خذ الخبر ده عندك مثلا لماذا ده في سكاي نيوز لماذا تعد الانتخابات التركية الأهم في العالم هذا العام يا حضرات سيبك من سكاي نيوز نروح للإيكونوميست اللي هي بتهاجم أردوغان وبتعتبر مستبد الإيكونوميست بتعتبر إن دي الانتخابات برضو الأهم هذا العام الانتخابات الأهم في عام عشرين تلاتة وعشرين صوت أنقذت ديمقراطية أردوغان يجب أن يرحل تركيا دولة كبيرة جدا في المنطقة وده يعني هنشوفه بعد شوية لكن العالم كله خاصة منطقة الشرق الأوسط فانتظار طبعا نتيجة واحدة احنا عارفينها ومش نتكلم عليها وتقريبا تركيا عاملة مشاكل كتير جدا دولة قوية محورية دخلة في تشابكات ومصالح مع مصر والعراق وسوريا وليبيا ده في منطقتها تركيا دولة مهمة جدا هي وسيط مهم في الصراع العالمي ما بين روسيا والعالم كله تركيا دولة مهمة جدا في غاز المتوسط تركيا دولة مهمة جدا في تصنيع السلاح تركيا مسكة ملفات مهمة زي ملف اللاجئين وعلى رأسهم السوريين في مليون سبب يخلي العالم كله عينه دلوقتي دلوقتي حالا وانا بكلمك على نتيجة صندوق الانتخابات التركي يعني احنا حضرات قدام انتخابات مهمة في دولة محورية نيجي بقى نخش جوه الانتخابات ننزل شوية ونعمل كلوز على الانتخابات دي مين اللي بيتنافسيها من وجهة نظرنا تقدر تطلق على الانتخابات اللي بتتم دلوقتي وبيتفرز الاسوات دلوقتي انها انتخابات الفرصة الاخيرة انتخابات الفرصة الاخيرة للمرشحين الاتنين الرئيسيين الاقوية في الانتخابات دي اللي هو الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان وكمال كليشدار الرئيس الحالي راجب طيب أردوغان عمره 69 سنة ودي آخر فرصة له في الانتخابات وهو تعهد بنفسه أنه مش هترشح تاني ده راجب طيب أردوغان ولو فاز راجب طيب أردوغان المرة دي هتبقى آخر جولة ليه أما مرشح المعارضة رئيس حزب الشعب كمال كليتشدار أغلو فده راجل عنده 75 سنة يعني فاهمي نظمي رسمي سليمان دي آخر فرصة له آخر فرصة للترشح للرئاسة نشوف كده ونقرب أكتر من الاتنين دول المرشحين أردوغان وكليتشدار نشوف كده البستاز دي ده 69 سنة راجب طيب أردوغان تعود أسرته أو أصول أسرته لولاية اسمها ريزة تركية والولاية دي مشهورة بزراعة الشاي في سنة 94 انتخب الرئيسة لبلدية اسطنبول تحت راية حزب الرفاء بتاع أربكان التابع لأربكان في سنة 99 اتحبز بسبب قصيدة حماسية ألقاها شبه فيها المآزن بالحراب في سنة 2001 أسس حزب العدالة والتنمية وانتخب الرئيسة له في سنة 2002 فاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية التركية في سنة 2003 شغل منصب رئيس الوزراء عشان يقود نهضة اقتصادية ضخمة في تركيا في سنة 2008 نجح في تعديل برلماني لرفع الحظر عن الحجاب في الجامعات في 2013 واجه تحقيقات قضائية ضده وصفها بأنها محاولة انقلاب قضائي واتمسك التسجيلات في القصة في 2014 أردوغان فاز بمنصب رئيس الجمهورية بعدما عمل تعديلات دستورية جعل من تركيا من دولة وزارية إلى دولة رئاسية في 2016 أفشل هو الشعب أردوغان انقلابا عسكريا ضده قام بعمل حملة عسكرية في شمال سوريا لوقف العمليات الإرهابية في سنة 2018 فاز بالانتخابات الرئاسية بعد تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية في 2019 توقيع اتفاقية غاز مع ليبيا بمساعدة من حكومة ترابولس عسكرية هو ساعد حكومة ترابولس عسكرية وخسر في 2019 انتخابات بلداتي إسطنبول وأنقرة في أول هزيمة سياسية لحزب أردوغان من ساعة إنشاؤه في عام 2021 بدأت تركيا إصلاح علاقتها المتوترة مع أرمينيا ومصر والإمارات والسعودية برضو في 2021 زادت مبيعات الطائرات المسيارة التركية اللي اشتهرت تركيا بأنها بتعملها وبدأ تعرض البلاد لأزمة اقصادية في 2022 تركيا تقود اتفاقية الحبوب بعد وسطه بين روسيا والاتحاد الأوروبي في 2023 النهاردة بيخوض رجب طيب أردوغان معركة حامية الوطيس زي ما يقوله في اللغة العربية على انتخابات الرئاسة وانتخابات أيضا البلدية ده رجب طيب أردوغان نشوف اللي قدامه كمال كريتشدار سنه 75 سنة وقادي كمال كريتشدار بينتمي للطائفة العلوية وعيلته من أصل إيراني في سنة 1971 اتخرك في أكاديمية أنقرة للدراسات الإقتصادية والتجارية في سنة 97 هو مسؤول الإدارة العامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي في 2002 انضم إلى حزب الشعب الجمهوري بتاع كمال أتاتورك مصطفى كمال أتاتورك في 2007 فاز بعضوية البرلمان عن الدائرة التانية في اسطنبول في 2009 خسر انتخابات رئيس بلدية اسطنبول في 2010 انتخب رئيسا لحزب الشعب الجمهوري في 2011 و15 و18 الحزب بتاعه كان تاني أكبر حزب معارض في البلاد في 2016 رفض الانقلاب العسكري وأيد الديمقراطية ووقف وقفة تاريخية مشهودة له قدام الانقلاب العسكري في 2023 اتجمعت المعارضة وعملوا حجس مع الطاولة السوداسية وتحلفوا كلهم ضد أردوغان وانتخبوه هو أو رشحوه هو كمرشح محتمل للرئاسة دول أكبر اتنين كان في محرم إنجا اللي انسحب وده كان مرشح قوي جدا وفي سنان دول أهم مرشحين في الانتخابات الرئاسية التركية التي بيتم الفرز الأصوات وانا واقف معك دلوقتي الحقيقة ان الانتخابات دي غريبة جدا مش بس انها فرصة الأخيرة للجيل ده من السياسيين اللي دخلوا معارك مع بعض عبر 20 سنة وأكتر واللي بيتنفسوا في سباق انتخابي مهم لكن كمان هي الفرصة الأخيرة بسبب ان المرشح الثالث اللي اسمه لسه في ورقة الانتخابات اللي هو محرم إنجا انسحب بطريقة درامية بعد ما تم تسريب شريط جنسي له مع ستات يعني وقالوا انها مت تبركة الراجل لما تعرض لهذا الضغط قرر انه ينسحب من الانتخابات وانه يعني قال انا قضيت اسوأ 45 يوم في حياتي محرم إنجا ده مرشح قوي جدا لكن حتى الآن ما نعرفش مين اللي سرب له القصة دي او هو شريط صحيح او دي صور حقيقية وده لا لكن محرم إنجا الحقيقة انسحب بالشكل ده بعد ما الانتخابات الرئيسية انسحب المرشح إنجا من السباق بالشكل مفاجئ بعد ما بدأت الانتخابات فعليا في الخارج يعني كان بدأ التصويت في الخارج ويوم 11 مايو او 10 مايو هذا الرجل القوي بالمناسبة وكان مرشح ضد أردوغان في 2018 وعمل نتيجة كويسة مش وحشة إنما هذا الرجل قرر إنه انسحب تحت ضغط تسريب شريط جنسي واتهم هو الرجل المعارضين بإنه هما اللي سربوا له شريط ده اتهم الرجل هربان في أمريكا لكن طلع كمال كريتشدار برأ نفسه ورمى التهمة دي على روسيا وقال إن روسيا هي الوراء تسريب الصور والشريط ده ما الروسيا بالموضوع لكن أهو هذا الخبر كما أصدقاء الروس الأعزاء أنتم وراء المنتاج والمؤامرات والمحتوى والأشريطة المزيفة العميقة التي تم الكشف عنها في هذا البلد أمس إذا كنت ترغب في استمرار صداقتنا بعد 15 مايو اللي هو انتهى الانتخابات ارفع يدك عن الدولة التركية ما زلنا نؤير التعاون والصداقة البوست ده أو التغريدة دي شافوها 38 مليون فتم اتهام روسيا لكن محامي محرم إنجا نفسه رد على كمال كريتشدار بصوته وقال أنه اليوم نصوت في الانتخابات الرئاسية لينعم السيد كريتشدار أغلو ابتداء من الغد بحياة سعيدة مع أحفاده بعيدا عن القلق والسياسة طبعا في ده الواضح جدا أنه عايز يقول أن احنا هنضم أو هنضم أصواتنا لأردغان لأنه بيقوله تنعم مع أولادك وأحفادك بعيدا عن السياسة وده كان إعلان رسمي من حزب محرم إنجا بأنه هيدي لأردغان أو يعني هيتضامن ضد كمال كريتشدار الرئاسة الروسية أيضا خرجت وقالت أنه احنا ملناش علاقة بالقصة دي أصلا وللندخل بالموضوع ده لكن تصريب الصور بيعتبر أرست ويدن بالنسبة للانقلابات العسكرية اللي كانت بتحصل في تركيا للإطاحة بالرؤساء المنتخبين وقدر أردغان بدهاء السياسة أنه يقلص وجود العسكريين في الحكم لصالح الديمقراطيين والمدنيين خلال العشرين سنة زي ما بتعبر الصورة دي صورتين مقارن التواجد للحكم العسكري في سنة 2002 وفي سنة 2003 2003 وسنة 2022 شايفين فوق لما كان أردغان لسه جديد تشوف العساكر عاملة إزاي وهنا تحت بالمناسبة تقريبا ده مقبرة مصطفى كمال أتاتورك تقريبا تقريبا إن لم تخني أو إذا كنت أنا صحيح يعني تحت مدنيين في 2022 فوق كانت العسكريين هم اللي وقفين ولم يكن موجود مدني إلا مدني واحدة هو بالبدلة بتاعته والباقي كلهم عسكريين أردغان ما كانش ده إنجازه الأبرز اللي هيلعب عليه في السباق الفرصة الأخيرة فرغم أن الشعب نزل نزل في ضد الانقلاب العسكري إلا أنه في 2018 فاز أردغان في سباق حامي ضد منافسه الشرس محرم إنجا اللي انسحب دلوقتي عشان كده أردغان ما ينفعش يكتفي بالمراهنة في سباقه الأخير ده على إنجازاته اللي حصلت من 20 سنة وأنا هديك نموذج واحد وهو مدينة إسطنبول نموذج لمصغر للدولة التركية محافظة ما فيهاش ميا ولا كهربا والناس فيها بتمشي لابسة الكيمامات من ريحة الزبالة اللي في كل حتة لكن أردغان بالتخطيط متقن حولها لوحدة من أهم المدن السياحية في التاريخ في العالم أصبحت إسطنبول أحلى مدينة في العالم بالشهادة اللي بيسافروا أردغان كان عنده ميزة كبيرة جدا وهي إنه بيوعد الناس وبينفذ وعده فمثلا في 2011 أطلق برنامج انتخابي ضخم جدا النهاردة بنشوفه كإنجاز على أرض الواقع لكن الحقيقة العشرين سنة اللي فاتت خرج منهم أجيال أو فيهم أجيال كتيرة جدا أجيال أوخدت على النعيم والعز الأجيال اللي قبل شافت النقلة دي ما بين قبل وبعد لكن الأجيال اللي تولدت بعد كده بقالها تموح تاني ورغم اللي حققوا أردغان دا لكن ما كانش كفاية بالنسباله محتاج يقدم أكتر عشان الشعب وخاصة الشباب يرضى عنه الشباب اللي طلع لقى مواصلات أنظف مواصلات في الدنيا اللي لقى يعني الدنيا حلوة أحلى من أي دولة أوروبية الشباب دا تموحه أكتر من كده كان على أردغان أنه يقدم أكتر عشان الشعب يرضى عنه في سباق الفرصة الأخيرة النهاردة أو في الحاملة دي أو السنة دي قرر أردغان أنه يرفع الحد الأدنى للعمال والموظفين لأرقام قياسية زي ما الخبر دا بيقول بنسبة خمسة واربين في المية زيادة في المرتبات الحد الأدنى إنه هيبقى خمستاشر ألف ليرة تركية وده الخبر التاني سيصل حد الأدنى روات إلى 22 ألف ليرة لكن الأهم بصراحة إنه بدأت بينه وبين منافسه الأكبر كمال كليتشدار منافسة شرسة على مين يرضي الشعب كل دا اللي عمله أردغان بقى تاريخ بقى بالنسبة للأتراك تاريخ خلاص يعني ما انت عملته شكرا وكنت رئيس وكنت رئيس وزارة خلاص هتعمل ايه بقى جديد ايه اللي هتعمله عشان تفوز بالفرصة الأخيرة كمال كليتشدار منافس قوي وشارس ولديه شعبية طاغية شعبيته مبنية أكتر على إنه أردغان ظل طويلا في السلطة فكمال كليتشدار مش عنده حاجة يقدمها أكتر من إنه يلعب على فكرة إنه أردغان بقى له كتير في السلطة لكن كل واحد فيهم بيراهن بوعود بوعود أكتر عشان الشعب يرضى عنه نشوف كده رهنات كمال كليتشدار ورهنات أردغان في الجراف ده هذه رهنات يعول عليها أردغان وكليتشدار زي ما نشرت الجزيرة نشوف كده أول واحد كمال كليتشدار هيجلب 300 مليار دولار كاستثمارات أجنبية خلال خمس عوام ووعد الأتراك بكده هيعفل مواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد أوروبي هيلغي رسوم الخروج من البلاد هيخفض رسوم استخراج جواز السفر دي وعود كمال كليتشدار الأهم الأهم وهنلاقي فيها وعدين مهمين قوي سيبك من إلغاء رسوم الخروج من البلاد وخفض استخراج لكن أهم حاجة إنه الرمى على الخارج على أوروبا هيجلب 300 مليار دولار استثمارات أجنبية يعني بيتكلم على هيبع علاقاته قوية مع أوروبا إعفاء المواطنين الأتراك من دخول الاتحاد الأوروبي تأشير الدخول معنى كده إنه كمال كليتشدار ربما موعود من الغرب بإنهم إذا نجح هيساعدوه في الحاجات دي طيب ده كمال كليتشدار في الاقتصاد قال هنخفض قيمة العملة المحلية سعر الصرف إلى 18 ليلة للدولار وطبعا عنده ارتفاع معدل تضخم لتقريبا النص وده رقم خطير أما بالنسبة للأكراد فهو راهن على تكرار السيناريو لما كان رئيس بلدية اسطنبول في 2019 قال إذا فاز مرشح الحزب أكرم إمام أغلو اللي هو أخذ بجدارة انتخابات ولاية اسطنبول أو بلدية اسطنبول فقال إذا فاز في ظل عدم موجود مرشح الحزب الشعوب الديمقراطية وأنه هيرشح تاني كأكرم على فكرة أكرم إمام أغلو كان فيه كلام أنه هو اللي هيكون مرشح الحزب الشعب الجمهوري مكان كيلتشدار وأنا كان ليه يا رأي شخصي أنه لو أكرم إمام أغلو كانت رشح كان ممكن يبقى الرهان عليه أكتر لصالح حزب الشعب كما أكرم إمام أغلو كان ممكن يشكل خطر حقيقي وقوي على أردوغان وربما كان فاز لأنه شاب صغير ولأنه الشباب في الأتراك متشوقين لرؤية حد في سنه لكن في النهاية اتفق حزب الشعب الجمهوري على ترشيح هذا التعلب العجوز نشوف بقى وعود أردوغان أو رهانات أردوغان كما نشرتها الجزيرة افتتاح مطار اسطنبول نمو التجارة الخارجية الصادرات السلعية مشروع قناة اسطنبول تطور الصناعات الدفاعية ونمو صادراتها انتعاش صناعة السيارات وتصديرها انتعاش قناة قطاع السياحة أداء الحكومي الإيجابي في أزمة كورونا هو بيران على كده يعني تدشين استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود اطلق واطلق فعلا الحاجات دي عملها اطلق أول سيارة اطلق عمل سيارة تركية معروفة يعني افتتاح مركز اسطنبول المالي افتتاح مدينة طيبة الجديدة بولاية قوجا إيلي افتتاح خط جديد لمتر الأنفاء بالعاصمة أنقرة اكتشاف بقر نفطي جنوب تركيا تدشين أكبر محط الطاقة الشمسية في أوروبا الوعود اللي جاية بقى هو اللي فده كله عمله لكن اللي جاي بناء المناطق المتضررة من الزلزال الأخير في سنة واحدة تعزيز الاستثمار في مجال الطاقة والنفط والغاز جلب استثمارات أجنبية تصدير الصناعات العسكرية التركية افتتاح مشروع طريق حرير جديد بين تركيا والإراق وعايز أدي بس للناس فكرة ماذا تعني كلمة طريق الحرير طريق الحرير ده كان طريق بيربط ما بين حوالي 40 دولة وكان في جنبه طريق تاني اسمه طريق التوابل وطريق الحرير ده الحقيقة كان بيجي من الصين ويصل إلى أوروبا كان بيمر بمجموع الدول كبيرة جدا لكن في قرون الوسطى اختفى او يعني الطريق أصبح غير آمن فتوقف هذا الطريق عشان كده أردوغان بيلعب على فكرة استعادة الماضي بس هيبدأ بطريق الحرير بينه وبين العراق دي وعود أو رهانات أردوغان الشباب كانوا مجال المنافسة ما بين المرشحين أردوغان وكمال كريتشدار وكل المرشحين عملوا وعود للشباب لأن شباب التركي شباب خد على أنه عايش بلد نظيفة بمواصلات نظيفة بخدمات طبية أعلى وأنا بقولها لك هنا واسأل ورايا القطاع الطبي في تركيا أنظف وأعلى وأروع من أوروبا كلها كلها وأنا بقولها لك بثقة القطاع الطبي في تركيا شيء في مستوى خرافي كمستشفيات كتمريد ككل شيء يعني حتى في التأمين الصحي فشباب طالع شاف أنه خدماته عالية جدا خدمات الطبية خدمات المواصلات الجامعات المدارس إلى آخرية الشباب ده تشبع أوي ومحتاج وعود أكبر خلينا نشوف بعد ما أردوغان حط سقف بقى يعني ضرب السقف في الخدمات دي يا ترى هيوقع للشباب بإيه؟ هو وكمال كريتشدار نشوف كده وعودهم للشباب أردوغان وعد بعض وعوده للشباب ما هيه؟ من حمالية لكل شاب يرغب بتأسيس عمله الخاص ألف ليرة للشباب الراغبين في الزواج بدون فوائد هي مش ألف هي أكتر يعني 150 ألف تقرير 150 ألف ليرة بدون فوائد يعني الشاب اللي هيجوز هيمنح 150 ألف ليرة بسواء الموقع اطلق بط يعني تسدد المئة وخمسين دي المئة وخمسين ألف على أربع سنوات بعد سنتين من تاريخ تقديم القرد نشوف بقى كمال كريتشدار وعد الشباب بإيه؟ زيادة منح الإسكان للطلاب رفع الدرائب عن السيارات الجديدة القضاء على التضخم في تركيا خلال سنتين دي وعودهم للشباب الخدمات الحقيقة للناس هي كمان كانت مجال منافسة شرسة لدرجة أن أردوغان وعد الناس بأنه الغاز في البيوت ما في بيت في تركيا كلها ما فيهوش غاز لكنه وعد الناس بأنه هيديهم الغاز مجانا لمدة سنة كمال كريتشدار رد عليه وعد الناس بأنه هيديهم الكهرباء مجانا زي ما الأخبار دي بتقول بشر المواطنين بعام مجاني أردوغان يدشن استخراج الغاز من البحر المتوسط ده أردوغان غاز لمدة سنة مجانا كريتشدار رد عليه قال له في وزارة الكهرباء بشكل مجاني وعدة جديد لكريتشدار يتعاهد فيه بتوزيع الكهرباء بشكل مجاني عن طريق الطاقة الشمسية اللي هيشوف الحاجات دي ممكن يعتبر إنهي الوقود العبيطة دي لا مش عبيطة لأنه في تركيا الخدمات وسطة لساء في الخدمات ادخل أي مستشفى في تركيا أي مستشفى النظافة والسرائر والخدمات الطبية على أعلى مستوى على أعلى مستوى فيش حاجة اسمها انتظار بقى يقعد بالشهور زي أوروبا كده الناس تقعد بالتسع ساعات في انتظار لما ييجي الدكتور فيش كلام فارغ اللي في أوروبا تركيا متقدمة في المجالات دي جدا في الصحة في التعليم في المواصلات في كل شيء وبالتالي الناس مش لاقي أوعود فقالت لك طب أنا هديكو الغاز سنة مجانا والتاني رد قال لك هديكو الكهرباء سنة مجانا لغاية اللحظات الأخيرة كان كل واحد بيبعث رسائل للجمهور الرسائل دي بتبقى رموز بسيطة قوي لكن بيبقالها دلالة دلالة كبيرة قوي الشعب التركي بيقدس مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية ولكن ظهر في الفترة الأخيرة يمكن في التلاتين سنة الأخيرة ظهر اتجاه ديني داخل الشعب التركي أو مش ظهر يعني أصبح موجود على السطح لأنه طول وقت طول عمرهم أتراك متدينين يعني لكن بعد وصول رجب أربكان تحديدا يعني بدأ الوع بدأ الاتجاه الديني يظهر كلا المرشحين رجب طيب أردوغان وكمال كيلتشدار مع حفظ الألقاب للاتنين كلاهما رأى آخر لقطة لي في الحملة الانتخابية كان حريص على وضع الشعار أو على تذكير الناس بالموضوع بتاعه فهنشوف أنه أردوغان اختار مسجد آياسوفيا يكون آخر لقطة في حملة الانتخابية للتصويت أما كمال كيلتشدار فاختار قبر أتاترك والاتنين اليوم علاقة بمصطفى كمال أتاترك لأنه مسجد آياسوفيا كان أغلق في الفترة الشعب الجمهوري وتحول إلى متحف في السنوات الأخيرة حول أردوغان متحف آياسوفيا إلى مسجد مرة أخرى فالاتنين اليوم علاقة بمصطفى كمال أتاترك لكن اختار كمال كيلتشدار الرمز بتاعه يكون مصطفى كمال أتاترك وفي قبر مصطفى أتاترك لما يعلموا أن الشعب التركي الغالبية الساحقة فيه تصل إلى مرحلة إنها بتقدس مصطفى كمال أتاترك وهناك جريمة في الدستور يعني خاصة بتعامل حد غير لائق مع صورة أو تمثال مصطفى كمال أتاترك فيها مشكلة يعني نشوف بقى صورة المرشحين الاتنين وآخر رمز ليهم اختتم أردوغان وكمال كيلتشدار أغلو حملتهم الانتخابية ده قبر مصطفى كمال أتاترك أو ضريح أتاترك كمال كيلتشدار بيضع إكليل من الظهور على قبر مؤسس الجمهورية التركية أما أردوغان فقد اختار مسجد آيا سوفيا عشان يكون ختام حملته الانتخابية الحقيقة أيا كان أو أيا كنت معه أو ضده كل ده بيتم في ظل حرية ترشح ما حدش يقدر يمنع حد من الترشح في ظل حرية إعلام تقول اللي هي عايزاه لدرجة وسائل الإعلام التركية المعارضة تلفزيون وصحف ومواقع كتيرة جدا ومؤسرة جدا وحرة جدا كانت بتهاجم أردوغان عادي جدا وتنال منه كما تشاء أهو نشوف في الجراف ده وسائل الإعلام التركية المعارضة والمؤيدة دي وسائل الإعلام اللي كانت ضد راجب طيب أردوغان وآدي اللي كانت تقريبا مؤيدة لأردوغان حضرات السادة الوسائل الإعلام دي خلال أكتر من شهر تحدثت بمنتهى الحرية ولكن بأدب وصلت الشراسة في هذه الانتخابات إلى تسريب شريط جنسي أو صور جنسية لمرشح قوي وهو محرم إنجا محرم إنجا اللي رفض أنه يكون في الطاولة السوداسية للمعارضة وأصر يترشح لوحده وغرض خارج السرن وكان مرشح قوي إلا إنه بتسريب الشرايط دي أو الصور دي قرر الرجل إنه زي ما قولنا يخرج من سباق الرئاسة بعد ما قال أنا عندي أسرة هذه الانتخابات شرسة وقوية جدا كنا أو كده إحنا قدام انتخابات مهمة لدولة مهمة دولة محورية ومنافسين بيتسابقوا على الفرصة الأخيرة ليهم ولكنها ليست الفرصة الأخيرة للشعب التركي الشعب التركي هو الكسبان من الديمقراطية والحرية هو اللي بيختار الفرص الأفضل لي مش الفرصة الأخيرة هي الفرصة الأخيرة لكمال كريشدار ولأردغان وكانت الفرصة الأخيرة أو أصبحت الفرصة الأخيرة لمحرم إنجا لكنها لم تكون ولن تكون الفرصة الأخيرة للشعب التركي اللي قدامه أنه يختار الأفضل ليه كما يرى هو في النهاية بقى نرجع للسؤال عن مصر هل انتخابات مصر مهمة ولا لا احنا كده كده كنا كده تقريبا في 2012 كنا أمام انتخابات مهمة لدولة مهمة كان العالم كله بيتابعها كان الشعب هو سيد قراره هو اللي بيختار كان الكل بيتنافس كانت الشاشات بتتكلم بحرية بتتريأ بتسخر بتهزر بتطلع إشعاد بتشنع إنما كان في حرية كانت التوابير في لحظة التصويت بالكيلومترات لأن الناس كانت حسن صوتها له قيمة واحد من الناس أنا اتبهدلت في اللجان ورحت أكتر من اللجنة عشان ألاقي حتة فضية أحط فيها صوتي كانت فيه استحقاقات الانتخابات الرئاسية وانتخابات تشريعية وانتخابات الاستفتاء على الدستور كانت أيام جميلة قوي أيام ما كنا نقعد على الأهاوي دا ضد دا ودا معها ودا ضد والناس بتتكلم بحرية مفيش مغبر قاعد في القهوة عشان يعرف انت مع مين الكنيسة تكلمت والمساجد نطقت والمنابر السياسية كان بتتكلم كان فيه حرية وكان فيه كل شيء كان يعني العالم كله بيتابعه لكن بعد ما حصل انقلاب 2013 وبدأ التخويف والأبضع المرشحين بعد ما مصر تقزمت جدا واصبحت تابعة لدولة الامارات مش للسعودية احنا كنا لسنوات طويلة اخر سنوات حسني مبارك تابعين للخارجية السعودية لكن وصلنا المرحلة ان احنا بقينا تابعين لدولة الامارات ما اعترمنا للشعب الامارات لكن اصبحت مصر دولة قزمة في المنطقة بقت في معارك في السودان في الجنوب وطاولة المفاوضات بين المتعاركين في السودان لا تدعى لها مصر وانما تدخل السعودية تدخل الامارات المجتمع الدولي لا يقيم اي اعتبار لمصر رغم من دي السودان اللي هي الامن القومي لمصر تقزمنا لدرجة اني اسيوبيا تبني سد وتهددنا بالعطش واحنا بقلنا اكتر من ست سنين مش قادرين نعمل معا حاجة مش قادرين نكلمها كناسنا عليها السيدة نفيسة والسيدة زينب وروحنا للامم المتحدة وروحنا الامريكا وروحنا للصين وسطنا السعودية والامارات عشان اسيوبيا تهدى علينا وتحنى علينا بكبايتين ميا لكن اسيوبيا ولا بتسأل حتى اليوم بقينا دولة صغيرة قوي قوي وبقى الجيش الجيش المصري تحول من جيش بيحمل امن القومي المصري الى جيش بيعمل سوبر ماركت وجنباري وسمك بلتي وبني يا سمك يا سمك بني مستني يا حبيبي ييجي يشيل الزعل مني دي اغنية للمطربة فلة سنة 2019 الحقيقة بعد التخويف والابضع المرشحين كان طبيعي الناس تكفر بالسندوق اللي فوقه الدبابة واتقبض على معارضين اي شخص كان بيفكر مجرد ما يفكر انه هيترشح في الانتخابات كان بيونك كلبي ويهدد بأسرته ويهدد بتلفيق التهم ودول اربع معارضين الاربع دول فكروا بس يترشحوا ضابط جيش اسم محمد قنصوة لو انت فاكرينه اعلنت ترشحه للرئاسة اتقبض عليه وتحكم عليه بست سنين سجن سامي عنان رئيس اركان الجيش المصري لسنوات طويلة اللي كان مقرب بالامريكان مجرد ما اعلن اعتقل في 23 يناير عاقب يومين من اعلان عزمه على الترشح واتهم بالترشح دون الحصول على موافقة القوات المسلحة هشام جنينة القاضي المحترم رئيس السابق لجهاز المركزي المحاسبات قالك بقى انه الرجل عنده وسائق تديني الاستخبارات وقال وقتها انه فساد بستمائة مليار جنيه الرجل ده حضارات اتضرب من بلتجية واعتقل في 13 فبراير الدكتور عبد نعمة فتوح رجل واجه السادات في الاسماعيلية وكان رجل له بقى طويل في مجال السياسة وكان مرشح رئاسي في 2012 ورئيس حزب الرجل ده طلع في برنامج تلفزيوني وقال السيسي بيحكم بطريقة يحكمكم يقتلكم واحبسكم ووقع على بيان بيطالب المصريين بمقاطعة الانتخابات واعتقل في فبراير ده غير احمد السيد احمد شفيق اللي اعلن عن ترشحه في الامارات وكانت النتيجة ان تم ترحيله من الامارات بشكل مهين ثم تم تحديد اقامته في مصر تماما وهدت بعيلته مش انا اللي قلت ده الاستاذ سعد الدين ابراهيم طلع في لقاء تلفزيوني وقال انه احمد شفيق متهدت بعيلته ببناته الى هذه الدرجة وصل الجشع والسعار اللي جاي بالسيسي الخلاصة يا حضرات الانتخابات والحرية ببساطة من غير كلام كتير المستفيد فيهم والشعب اللي دايما بتكون فرصة اكبر فيها مع الديمقراطية اذا عاوز يزود مرتبه المواطن يروح الانتخابات اذا عايز الاسعار تنزل والضرائب تخف فيبقى في الانتخابات اذا عايش يعيش بجد وقامن يروح الانتخابات الكل بيخطب وده وبيقدم له الخدمات والوعود وهو الحاكم هو اللي بيشوف الوعود تنفزت ولا لا الكل عايز رضاه ومهما عمل الحاكم في الدول الديمقراطية من إنجازات يفضل يجري مين وشمال عشان يرضي الشعب وعشان الشعب يرضى عنه ويددله فرصة أخيرة وزي ما قال عايزنهاور قال جملة مشهورة عنه جدا قال عندما يسوق كل شيء تشير أصابع الناس باتهام الرئيس وهذه التهمة التي يتقادى عنها مرتبه عايزنهاور أيضا له مقولة مهمة جدا ما أجمل هذا اللقب الرئيس السابق شاف إن ده أجمل لقب في الدنيا لأن إدارة دولة زي أمريكا مع شعب حر إدارة صعبة ما أسهل حياة الطغاء المتوحشين اللي عندهم سعار